موسيقى الثالثة مساء من التلفزيون المصري موعد موجزنا الإغبارية أهلا بكم وكل عام وأنتم بخير أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن شعب مصر انتفض في الثلاثين من يونيو ثائرا على من أراد اختطاف وطنه منه وأشر الرئيس السيسي إلى أن التاريخ له أيام لا معك النجوم وعلى رأسها الثلاثين من يونيو وقال الرئيس السيسي في كلمته بمناسبة الذكرة العاشرة للثورة الثلاثين من يونيو إن الثورة كانت عنوانا لعدة تأكيد وحدة الوطن تحت هويته المصرية الجامعة التي لا تفرق والشاملة للشعب كله دون تمييز أو انقسام ولفت الرئيس السيسي إلى أن حجم التحديات التي واجهها الشعب المصري منذ عام 2011 غرس في نفوس أبنائه صلابة فريدة وقوة من نوع خاص مؤكدا أن هذا الجيل من الشعب المصري هو الأقدر على تحمل مسؤولية بناء الوطن وتشهيد الدولة الحديثة المتقدمة وقال الرئيس السيسي أنه يجدد العحدة على أن يكون الإخلاص والعمل لمصر وحدها وأن تكون المصلحة الوطنية والهوية الوطنية هما دائما علامات الطريق التي تهدي المسيرة والمصار وأشر الرئيس السيسي إلى أن حجم التضحيات الهائلة التي قدمها الشعب وقدمتها مؤسساته الوطنية لا يلق بها سوى الانتصار بالمضي بقوة وثقة على طريق التنمية والبناء وتحسين أحوال وحياة الناس وتوفير ظروف المناسبة لتفجير طاقات العمل والإبداع لدى الشعب المصري بكل أطيافه وفئاته قال الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الشعب المصري ضرب في ثورة الثلاثين من يونيو المجيدة أروع مثال في الانتماء والارتباط بالوطن وهويته وأذت أنه أقوى مما تصور أعداؤه وأشد بأسا ممن يعتقد أنهم سينالون من وطننا بإرهابهم الأسود ووجه الرئيس السيسي في تدوينة عبر مواقع التواصل تحية غالية إلى شعب مصر وجيشها وشرطتها ولكل الأياد العاملة والناجزة في جميع الميادين وجدد الرئيس السيسي العهد مع المصريين في هذه الذكرى الغالية مؤكدا أن مصر لن تتخلى أبدا عما حققته على أرض الواقع من انتصارات وإنجازات فارقة نابعة من إرادتها في شتى مجالات الحياة رغم كل التحديات والأزمات سائلا للمولى عز وجل التوفيق وأن يلهمنا دائما وأبدا طريق الخير والصواب هنأت السيدة انتصار أسيسي الشعب المصري بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة الثلاثين من يونيو التي قدم فيها المصريون مشهدا تاريخيا عظيما في حب الوطن والدفاع عنه وأضافت السيدة انتصار أسيسي في تدوينة عبر موقع التواصل أن الشعب المصري قدم الغالي والنفيس لحماية مصر من قوى الشر والإرهاب ودعت السيدة انتصار المولى عز وجل بأن يحفظ مصر وشعبها وأن يديم عزها واستقرارها هذا وقد هنأ فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب الرئيس السيسي والشعب المصري بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة الثلاثين من يونيو ودع فضيلة الإمام الطيب المولى عز وجل أن يحفظ مصرنا الغالية وأن يوفق قادتها لاستكمال جهود تحقيق التنمية المستدامة في كافة المجالات ودع الأزهر الشريف بيان أبناء الوطن إلى استمرار التكاتف والتعاون والتلاحم الشعبي والاستفاف صفا واحدا خلف قيادته الحكيمة ومؤسساته الوطنية ومذل المزيد من الجهد والمثابرة والعمل لتحقيق نهضة الوطن وتقدمه على طريق التنمية والرخاء والازدهار وهنأت أيضا تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الشعب المصرية بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة الثلاثين من يونيو المجيدة وأكرت التنسيقية أن ثورة الثلاثين من يونيو ستظل نقطة فاصلة في تاريخ مصر المعاصر وكلمة السر التي أعادت لمصر مكانتها ودورها الريادي إقليميا ودوليا وحافظت على الهوية المصرية من التحريف وكشفت زيف الجماعة الإرهابية وكانت نقطة الانطلاق نحو بناء الجمهورية الجديدة أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن مشروع حياة كريمة نجح في تحقيق كافة أهداف التنمية المستدامة الأممية السبعة عشر وبمناسبة الاحتفال بالذكرى العاشرة لثورة الثلاثين من يونيو أوضحت وزارة التخطيط أن مخصصات المرحلة الأولى من مشروع حياة كريمة بلغت ثلاثمائة وخمسين مليار جنيه لتنفيذ حوالي ثلاثة وعشرين ألف مشروع في ألف واربعمائة وسبعين وسبعين قرية باثنين وخمسين مركز في نطاق عشرين محافظة بإجمالي مستفيدين بلغ ثمانية عشر مليون مواطن وبلغ متوسط معدل التنفيذ للمرحلة الأولى خمسة وثمانين بالمائة وأوضحت وزارة التخطيط أن نصيب محافظات الصعيد من مخصصات المرحلة الأولى وصل إلى ثمانية وستين بالمائة يستفيد منها أحد عشر مليون مواطن بنسبة واحد وستين في المائة من إجمالي المستفيدين ترجمة نانسي قنقر نهاية المغز لكن نبقى مع حضرتكم نتابع تخطيط التلفزيون المصرية للذكرى العاشرة للثورة الثلاثين من يوميو